في قطاعية تعليم العالين طلقت مختلف الجامعات الجزائرية في التحذيرات للموسم الجامعي الجديد وأول الخطوات كانت بالتحاق الأساتذة المزيد في تقريص دحمد هديب شهدت مختلف الجامعات الجزائرية عودة النشاط إليها بعد استئناف الأساتذة عملهم استعداداً للموسم الجامعي الجديد جامعة الجزائر الثنين كانت عينتنا إن وقفنا على مدى التحذيرات للموسم الجديد نحن سوعد فعلاً بأننا نستقبل عودة أساتذتنا 1300 أستاذ تقريباً لتعطير الطلبة وهذا يعطينا دفعة جديدة ويعطينا طموح جديد لأننا نحاول أن نطمح إلى تحقيق مستويات علمية أكثر من السنة الماضية أما فيما يخص متى التعليم الاعتماد اللغة الإنجليزية فأعتقد أنها وسيلة من الوسائل التي نطمح من خلالها إلى تحقيق نوعية في المخروج أو المنتوج الجامعي الذي هو الطالب بحيث أن الطالب الذي يمكن أن يتلقى معارف ويتلقى يعني دروس ويتلقى خبرات باللغة الإنجليزية باللغة العربية إلى غير ذلك أعتقد هذا الشيء يصب فيه أننا نحسن من نوعية هذا الطالب نعطيه أسلحة أكثر لأنه سيتعامل بلغة متعددة بأنه يستطيع أن يستفيد من مختلف المراجع والمنابع العلمية التي تخدم تخصصه قطاع تعليم العالي شهد أكبر عملية توظيف للأساتيدة هذه السنة بحوالي عشرة آلاف أستاذ مساعد قسم باء باشرت مختلف الجامعات في استقبالهم لإمضاء محاضر التنصيب ومباشرة عملهم بعد اتخاذ قرار السيد رئيس الجمهورية بتوظيف حميل الماجستة والدكتورة غير الأجراء للسنة المالية 2023 الحمد لله اليوم رأنا في كلية علوم اجتماعية لجامعة الجزائر الثنين تم تنصيبنا بشكل رسمي تبقى لقوانين الجمهورية احنا كنا في المعدرنا المسابقة في سبعة أوت وتم الترتيبنا حسب المخططة على الوزارة وتم رسلتنا في الإيميل جينا اليوم باش نسنيوا محضر التنصيب وكملنا الملف والحمد لله على كل حال موسم جمعي على الأبواب انطلاقته كانت غنية في جانبها البضغجية بتوظيف أساتدة جدد واعتماد الرقمنة وتعميم اللغة الإنجليزية